السلام عليكم وحشاني يا جماعة النهاردة نعمل مع بعض الريش بطريقة سهلة جدا 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 والطعم هاي الشكل النهائي زي ما انتو شايفين عايزة اقول قد ايه بسيطة وطعم حل ورحتها تجنن كانت مالية المكان كله على فكرة انا ما استخدمتش الشوية انا عملتها على البيتو جيز تداري تعملي عطاصة عجريل على اي حاجة متواجدة معاك هنعملها بشكل اللي انتو شايفين وحقيقي كانت جوسي انتو شايفين ادي ايه نحاسة كمان اننا ظلمت تصوير اللحمة فعلا طرية جدا من جوا وجوسي شايفين اللمعة اللي موجودة فيها الشكل عملنا كمان سوس رهيب مردتش استخدم البربكيو سوس لها لان المعتاد اني دايما الناس بتستخدم بربكيو عفوان بربكيو في دايما في اغلب المشويات خاصة اللحم فحبيت ان انا المرة دي اغير وانزل معاكم واعمل معاكم الريش هستخدم ريش الخروف عشان هي خفيفة وسريعة وبتستوي بسرعة جدا شايفين من جوا اللون البنك الحلو قوي قوي وتشايني وجوسي وطرية جدا جدا حقيقة تبارك الله تعالوا بسرعة بقى مش هطول عليكو هنعمل كمان سباركس دخلت طريقة السباركس جوا الفيديو عشان الناس دايما نتقول لي اعلمينا ازاي بنعمل السباركس هو ليه طرق كتير هو ملوش طعم بس احنا بنعمله طعم هايل هستخدم جزء من السباركس زي ما انتوا شايفين هنزل عليه باللمون اللي هو اشر اللمون وعسير اللمون وفي صوس التوم وقطعة بسيطة من الزبدة حوالي معلقة وهنزل عليه بفلفل اصمر وملح وهوديه على البتو جاز بعد ما اضفت عصير اللمون وقشر اللمون بس مش هسوي دلوقتي اما جي اساوي الريش هسويها مع بعض الاثنين مع بعض لانهم ما بياخدوش وقته خالص الاسباركس بياخد مني حوالي اربع دقايق وهيطلع بالطريقة اللي هتشوفوها معايا هنا الريش دي كنت جايبها من كاسكو عشان الناس اللي هتسألني قطع طاعة مردتش اوزع على اتنين حبيت ان انا اوزع ريش على واحد بس عشان ما تاخدش مني وقته بالتسوية وتبارك الله اللي يحب يجيبها يجيبها وهو مغمد لاني ما بتاخدش وقت خالص زق دي الطعمي جنن خدتي القطعة بسيطة من الزبدة حوالي معلقة هي لما عملت ملتي عملت كده لاني كنت مقطع الشرايح رفيع الحاجة اللي هتشتغل عليها مكشور تبقى سخنة عشان اول ما تنزلي بيها على اللحمة عشان تسويها وتبقى رحيتها ويبقى فيها لمع حلوة كده اول مرة اعمل مشويات ما ضيفش فيها عسل بس عدوها هي اساسا ما كانتش محتاجة العسل كانت تجنن هنا بعد ما نزلت بالزبدة ونزلت عليها على البتوكاز دفت بقى التوابل بتحتي التوابل هقولها معاكم العلبة دي متواجد فيها فلفل بودر وطوم بودر وقهوة وبابريكا وملح بسيط هنا هستخدم اللي هو الملح اللي هو بتاع البحر وفي عندي كل انواع الفلفل يتخطر على بالك كل انواع الفلفل يتخطر على بالك ما بقولكيش حطي كمية مهولة زبطية عشان الطعم يبقى كويس عشان ما يديش مررة التوابل لما تبقى كتير في الاكل بتدي مررة وبتغير طعم الاكل انا استخدمت كل انواع الفلفل بس بكمية كويسة مناسبة لي واستخدمت الروز ميري اغدر انا زرعاء في البيت تبارك الله واستخدمت واستخدمت اشر اللمون واستخدمت برضو عصير اللمون الكمية دي خدت مني معلقتين كبار من عصير اللمون ونص معلقة صغيرة من عصير ام من اشر اللمون ما حدش يخافه يقول اشر اللمون هيدي مررة ومش هدو الحاجات دي خالص مش باين خالص بتعمل اللمون اللي هو عصير اللمون عامل صوص رهيب يعني كان ممكن بعد ما تسويها عايز اقول حاجة قبل ما انسى ما تقليبيش الريش او اللحوم قبل دقيقتين تسيبيها محطوطة كده وتبضلي جنبيها بعد دقيقتين تبتدي تقليبيها هنا بقى انا جنبي اللحمة باشويها وشغلت هنا الاسباركس مرضتش علي النار عليها عشان مش عايز احرقه خاصة ان انا مش ضايفة عليه اي حاجة هي بس الجزء من الزبدة اللي انت شفتوه وفي صوص الطمس بتصحيح معدش يقلق الطم بيسوي بيبقى عامل زي الكريمة هنا هستخدم الصوص اللي هاديفه على اللحمة بديل الباربيكيو قلنا هنعمل تغيير عشان نغير في الطعم استخدمت حوالي 3 معالق من الطم المطحون بشكل اللي انتو شفتوه كل مرة والله انسى مش فهم اليها اي حد لسه بيزورو الكانال لو عجبوا الفيديو يعمل اشتراك ويحط لايك تشجيعا منه لقناة يعني زي ما بيقولو بتعلم يعني يا جماعة في حاجة تانية وتابعوني على قناتي الثانية وصبحيتي على الفيس هسيبي لينك بتاعهم جوا سندوق الوصف في حاجة عايز اقول القناة الثانية اللي انا عملها دي استبني القناة دي لقدر الله عشان تقدروا التابعوني عليها الصوص الرهيب بتاعنا روز ميري الناشف مهم يكون ناشف بقى هنا بقى عشان الطعم هاخد حوالي معلقتين كبر من الروز ميري الناشف ولازم اطحانه بايدي اكسره اخليه صغير جدا عشان يدوب مع الطوم وزيت الزتون اللي استغنمناه هستغنم حوالي 3 او 4 معلق كبيرة من زيت الزتون مفيش منه اي ضرر خالص عشان الناس اللي هتبقى القناة هستغنم برضو فلفل اسمر بسيط جدا مجرد تاتش كده وهنزل بالملح وعصير اللمون وبشرة بسيطة جدا من القشر اللمون تقدر تستغني عنها بس انا حبيتها مع التدبيلة دي بتدي طعم حلو قوي الناس اللي قال انا من الطوم عشان ناي ملوش اي اصهار خالص في البقى انسي انك انت تكلي وتحس انك انت اكلت طوم خالص نهائي مش محتاجة تكلي وراها اي حاجة يعني هتغضي راحتك في الكلام قوي زي ما انت عايزة طبعا فاهماني هنا بقى هنستخدم عام باكسلري او الكرفس اللي موجود عندنا واحنا يعني طبارك الله عندنا الكرفس ده ما حصلش لو مفيش كرفس استخدموا الكزبار الخضرة وهاخد منها كم ورقة كده بس تدي ريحة حلوة كده يعني انزل بها من فوق الاسباركس يجنن حلو قوي لما بتمسكيه بايديك كده بتكسريه بيعمل صوت يعني الطعم الفرش مع ان يسويته الطوم اللي هو الحبوء الفصوص سليمة مش مهرية رغم ان هي مستوية مجرد انك تتغطي عليها تلاقيها مستوية الشكل النهائي دي عيق تبارك الله زي ما قلت ما دفتش عسل ولا سكر ولا اي حاجة عشان ادي اللون الحلو الحوم جوسي قوي 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 يعني فيها اللمعة رهيبة ومستوية من برا ومن جوا اللحوم خدت مني حوالي من ست لدقايق او سبع دقايق يعني من كتير بتهلمش اكتر من كده ما خدتش مني وقت نهائي التدبيلة اللي عملها دي مهمة اوي حلوة غيرت طعم النهائي عبارة عن طوم مطحون روز ميري اخدر روز امير روز ميري ناشف اللمون اشري لمون زيتي زيتون الملح بطاطش كده من فلفل اسمر تتزد يعني طعم هايل هايل البطن عندنا هنا كان الروز ميري واللمون كان عمل طعمي وريحة حلوة اوي اوي اللي عايز اقولي اعمليها فريش يعني في وقتها ما تقلق اش منها يعني انتي لو جهزت كل الاكل خلي رياج دي اخر حاجة انا لا تبلتها ولا سبتها في التلاجة يوم كامل عشان يكون ده اللون من جوا لون بين فاتح ومستوية من برا ومن جوا يعني انا مش عاملها نص سوي زي الناس بتحاب تقولها كده يعني درجات لا خالص الطعم هايل الريحة كانت مالية المكان مش عارفة اقولي غير انجوي اعملوها واعملوا معها بقى اعملت انا بطاطس اللي هي بتاعتنا احنا هنا كريمة البطاطس وطبعا كنت عامل حاجات تانية انتو قدموها بطريقة اللي تناسبكم انا بحب الطريقة دي الاسباركس نزلتلكو الطريقة عشان الناس اللي دايما تسأل عليه بسيط قوي قوي ما بياخدش وقت لو حسنو هين شاف مني كنتي بتساويه شايفين حطي معلقتين مية بس ولو ما بعد بعد الطريقة اللي انا عملتها استخدميها بس دي في معلقتين بس من المية عشان عشان ما تلاقيش وطعم في النهاية يبقى جميل انجوي يا جماعة تابعوني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيس هسيبي لينك بتاح من قوة سندوق الوصف انجوي اشتركوا في القناة